أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره ومتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم هذا إخبارٌ من الله سبحانه وتعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من تلك الأصنام والأوثان التي لا تملك لهم الضر ولا تملك لهم النفع بلا دليل قادهم إلى عبادتها ولا حجة أدَّت إلى عبادتهم إنما هي مُجرَّد آراء وتشهِّي وأهواء فهم يُقاتلون في سبيل هذه الأصنام ويُوالون ويُعادون لها ومن أجلها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الآية وكان الكافر على ربِّه ظهيرًا أي عوناً في سبيل الشيطان على سبيل الله عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله ومثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهةً لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جُندٌ مُحضرون وقول الله سبحانه وتعالى وكان الكافر على ربِّه ظهيرًا فيها تأويلان الأول أن الظهير بمعنى المُعين فتكون الآية بمعنى توبيخهم على ذلك ذلك أن الكفار يُعينون على ربِّهم غيرهم من الكفرَة ويُعينون الشيطان بأن يُطِيعوه ويُظاهِروه التأويل الثاني ذكره الطبريُّ رحمه الله في تفسيره وهو أن يكون الظهير فعيلاً من قولك ظهرتُ الشيء إذا طرحته وراءَك ظهرياً إذا طرحته وراءَ ظهرك واتخذته ظهرياً وفي هذا توبيخٌ واحتقارٌ لهؤلاء الكفرَة ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكِ أي ما أَرْسَلْنَاكَ يا مُحَمَّد إِلَّا لِأَمْرَيْنِ البشارة والنِذارة تُبَشِّر المؤمنين وتُنذِر الكافرين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تُبَشِّر بالجنَّة من أطاع الله وتُنذِر بين يدي عذابٍ شديدٍ لمن خالف أمر الله ثم أمر الله عز وجل نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الكفار المدعوين قُلْ ما أسألكم عليه من أجر أي هذا البلاغ وهذا الأنذار لا أسألكم عليها أجراً وأجرةً أطلبها من أموالكم وَإِنَّمَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى ذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا أي طريقًا ومسلكًا ومنهجًا يقتدِي فيها بما جئتُ به طيب الاستثناء هنا يا أخواني قُلْ ما أسألكم عليه من أجرٍ إلا من شاء ما معنى الاستثناء؟ بعض أهل العلم يرى أن الاستثناء هنا منقطع ومعنى منقطع أن ليس بين المستثناء والمستثناء من علاقة كأن يقول قام القوم إلا حمارًا فهذا الاستثناء منقطع إذ الحمار هل هو من القوم؟ فبعض أهل العلم يقولون أن هذا الاستثناء هو من قبيل الاستثناء المنقطع فليس في المستثناء منه فليس المستثناء منه جزءًا من المستثناء والمعنى لكن مسؤولي ومطلوب من شاء يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاةٍ فليفعل هذا المعنى وهل في هذا أجر هذا الكلام هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على دعوتي أجراء؟ لا هذا رأي ومن العلماء من فسر الاستثناء بتفسيرٍ آخر فقال المعنى لا أسألكم أجراء إلا الإنفاق في سبيل الله فهو المسؤول وهو السبيل إلى الرب وقال به الطبري رحمه الله فالاستثناء على هذا المعنى كالمتصل فالاستثناء يكون أي لا أسألكم عليه إجراء أجراً إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلاً فليدفع أجراً ليس لي وإنما في سبيل في سبيل الله هذا ما ذكره الطبري رحمه الله فيكون الاستثناء هناك المتصل والتأويل الأول أظهر التأويل الأول أظهر ثم قال الله سبحانه وتوكل يا محمد دعوة لمحمد ولأتباع وتوكل على الحي الذي لا يموت أي في أمورك كلها كن متوكلاً على الله الحي الذي لا يموت أبداً لا تتوكل على تلك الأصنام والمعبودات التي لا تنفع بل توكل على الباقي على النافع على الضار الذي يملك النفع والضر وتوكل على الحي الذي لا يموت أي في أمورك كلها كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أي الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي عندما لقيه في بعض فجاج المدينة فسجد له فقال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت وهو مرسل حسن ثم قال سبح بحمده أي اقرن بين حمده وتسبيحه ولهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يقرن بين التسبيح والتحميد أي أخلص له العبادة والتوكل كما قال سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلاه فاتخذه وكيلا فاعبده وتوكل عليه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا أي الله عز وجل سبح بحمد الله سبحانه وتعالى واجمع بين التسبيح والتحميد وقد امتثل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثم قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة الآية وكفى به بذنوب عباده خبيرا أي يا محمد ليس عليك من ذنوب هؤلاء أنت عليك البشارة والنذارة ثم تتجه إلى ربك وتتوكل عليه وتسبح بحمده والله سبحانه وتعالى سوف يتولى ذنوب عباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا أي لعلمه التام الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه متقال ذرة ثم قال سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام خلقها الله سبحانه وتعالى ابتدأت يوم بدأ خلقها يوم السبت هذا في مسلم لكن العلماء قالوا إن هذا وهم والصحيح أنها بدأت يوم الأحد وختمت يوم الجمعة طيب هل هذه الأيام كأيامنا؟ قال بعض العلماء كأيامنا وقال بعض أهل العلم كأيام القيامة لكن على فرض أنها كأيامنا يقول ابن عطية رحمه الله تقديرا ليش قال تقديرا؟ لأن الله لم يخلق كذا قبلها الشمت والقمر الذي بهما يستدل على الليل والنهار وبالتالي ستة أيام مقدرة ثم استوى على العرش أن يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش استواء يليق بجلال الله على عظامته فنؤمن يا أخواني بالاستواء ونؤمن بالعرش والعرش من مخلوقات الله العظيم إذ السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا بالنسبة إلى العرش كقلادة وضعت في ثلاث فسبحان الخالق والله عز وجل سبحانه قد استوى على عرشه والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس بخلاف من فسرها من المفسرين بالاستيلة أو غيرها من التفسيرات التي هي في الحقيقة صرف لللفظ عن ظاهره فالله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش وقد جاءت جاء الاستواء يا أخواني بلفظ على في سبع مواضع من القرآن فاسأل به خبيرا أي استعلم من به أو استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتدبه وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا قال الله تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لا نعرف الرحمن لا نعرف الرحمن وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن أكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم فأنزل الله قل يدعو الله ويدعو الرحمن أي ما تدعو وقال في هذه الآية وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن أي لا نعرفه ولا نقر به ولا نعترف به أنسجد لما تأمرنا يعني فقط تقول أننا اسجد ونسجد وزادهم نفورا أي استكبارا فقد ذكروا في هذه الآية تكلموا عن القرآن وتكلموا عن الرسول الذي جاء بالقرآن ولما أمرهم بالسجود أبوا واستكبروا وزادهم نفورا وهذه إحدى سجدات القرآن إحدى سجدات القرآن وهذا الموضع متفق فيه عند أهل العلم أنه إحدى السجدات لأن بعض السجدات قد اختلف فيها أهل العلم هل هي سجدها؟ هل يشرع عندها السجود؟ أو لا يشرع؟ هذه من السجدات المتفق عليها وسجود التلاوة أيها الإخوة سنة وليس بواجب على الصحيح من أهل العلم لكن فضلها عظيم قال إذا سجد ابن آدم قال الشيطان أدبر الشيطان وقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وهل يكبر الإنسان حينما يسجد؟ وحينما يرفع؟ أما في الصلاة فنعم يكبر في سجوده وفي رفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة وأما خارج الصلاة فالصحيح أنه يُشرع التكبير عند السجود ولا يُشرع التكبير عند الرفع من السجود التلاوة ثم قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهذا هو الموضع الثالث الذي ذكر الله فيها عز وجل كلمة تبارك يقول سبحانه وتعالى مُمجِّدًا نفسه ومُعظِّمًا على جميل ما خلق في السماء من البروج ما هي البروج؟ قال بعض المفسِّرين هي الكواكب العظام وقال بعض المفسِّرين هي قصورٌ في السماء ما الراجح أيها الأخوة؟ الكواكب لماذا؟ لأنها هي التي تُشاهَت حال نزول القرآن والقرآن لا يتكلم عن شيءٍ غيبٍ شيءٍ لا يرونه ولذلك لما أقسم الله عز وجل إنما يُقسم بشيءٍ إيش؟ بشيءٍ معروف والسماء ذاتي البروج ليست القصور التي في السماء هل يُقسم من شيءٍ لا يرونه؟ إنما يُقسم الله وهذه عادة القرآن في القسر أن يُقسم بما هو مشاهد ومعروف كما قرَّر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً السراج ما هو؟ الشمس المُنيرَة كما قال سبحانه وجعلنا سراجاً وهاجاً ثم قال وقمرًا منيراً أي مُضيئًا كالسراج في الوجود كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمرًا منيراً قال أيضاً في آيةٍ أخرى هو الذي جعل الشمس ضياءًا والقمر نوراً فالشمس مُنيرَة كالسراج والقمر مُضيئًا مشرق بنوعٍ آخر وبنورٍ آخر غير نور الشمس وقال نوحٌ لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماواتٍ طِباقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ثم قال سبحانه وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَهُ أي يخلف كل واحد منهم الآخر يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء هذا فالدنيا إما ليل وإما نهار لا الشمس ينبغي لها أن تُدرك القمر ولا الليل سابق النهار قال سبحانه وتعالى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَهُ أي يخلف كل واحد منهم الآخر وقيل جعل الليل والنهار خلفة أي مختلفين هذا بسواده وهذا بضياءه لماذا جُعِلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا فهما وصفان لعباده وصفهم الله عز وجل في هذه الآية وهو التذكر والشكور ثم قال سبحانه وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا عِبَادُ الرَّحْمَانِ العبودية نوعان العبودية العامة وهي عبودية الربوبية كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وهذه العبودية يشترك فيها الخلق كلهم الثاني العبودية الخاصة وهي عبودية التأله والعبادة هذه الآية أي نوع من أنواع العبادة المقصودة العبادة العامة ولا الخاصة العبادة الخاصة وعباد الرحمن أي الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وتأله له وأضافهم إلى الرحمن ليدل على أنهم حصلوها برحمة الله وتوفيقه لهم الذين يمشون على الأرض هونى أي بسكينة ووقار وبغير استكبار كما قال سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا فعباد الرحمن من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونى وليس المراد أيها الإخوة أنهم يمشون كالمرضى من التصنع رياءً وتصنعا لا فلقد كان سيد ولد آدم ممن يمشي على الأرض هونى وكان إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطواله لكن المقصود هو مشي الوقار والسكينة وعدم الاستكبار وليس مشي الرياء والتصنع وأن يمشي كأنه مريض حتى يصدق عليه أنه من عباد الله الذين يمشون على الأرض هونى كلا ورؤيا عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رويداً فقال ما بالك أأنت مريض قال لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة فالمراد بالهون هنا هي السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة قال الحسن البصري حول هذه الآية وهي قوله تعالى عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى قال إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارع حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض وإنهم أصل أصحاء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم وما نعهم من الدنيا علمهم بالآخرة فقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن أما والله ما أحزنهم حزن الناس حزن الناس ولا تعظم في نفوسهم شيء طلب به الجنة أبكاهم الخوف من النار وإنه من لم تعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير الله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه ثم قال سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا سفها عليهم الجهال بالقول السيء وخاطبوهم لم يقابلوهم بجهل مثله بل يعفون ويصفحون وليقولون إلا خيرا كما قال سبحانه وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فقالوا سلاما أي سدادا وقيل ردوا ردا معروفا من القول وقيل سلاما أي سلامة وبراءة مما ذكر وكل هذه الأقوال مرادة ثم وصفهم الله تعالى بوصف آخر فقال والذين يبيتون يربهم سجدا وقيام ما مناسبة هذه الآية لما قبلها قال العلماء إن الله عز وجل لما وصف نهار عباده ذكر في هذه الآية وصف ليلهم فهم يبيتون والبيات لا يكون إلا ليلا يبيتون لربهم سجدا وقياما كما قال سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وكما قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال سبحانه من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ولذلك قال يبيتون السجد وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما دائما ولذلك قال الحسن كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عن فليس بغرام وإنما الغرام هو اللازم ما دامت السماوات والأرض ولذلك إن عذابها كان غراما أي ملازما عنا لا ينفك أبدا ثم قالوا إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئس المنزل النار وبئس المنظر منظر النار وبئس المقيل والمنزل منزل أهل النار ثم وصفهم بوصف آخر في أموالهم فقال والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق حاجتهم ولا بخلا على أهلهم فيقصرون في حقهم فإنهم قوم وسط ليسوا بأهل إسراف ولا تبذير فالسرف مذموم والتبذير مذموم وكان بين ذلك قواما كما قال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست قال بعض السلف ما جاوزت به أمر الله فهو من سرف وقال بعضهم السرف النفق في معصية الله وهذا من أضعف الأقوال لأن المعصية سرف قليلها وكثيرها حرام لأن المعصية قليلها وكثيرها حرام ثم قال سبحانه وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مَاذَا تُلَاحِظُونَ فِي صِفَاتِهِمْ وهذه الصفات الآن صفات التخلي فمدحهم الله عز وجل بما تحلَّوا به وبما تخلَّوا وبما تخلَّوا عنه فقال وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ خصَّ هذه الأمور الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر ففي الشرك فساد الأديان وفي القتل فساد الأبدان وفي الزِنَا فساد الأعراض وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يَلْقَى أَثَامًا أي جزاءً لأن الله عز وجل فسَّرَهُ بما بعده إذ قال يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ مُهَانًا حَقِيرًا ذَلِيلًا إِلَّا مَنْ تَابْ وَآمَنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أي إلا من تاب في الدنيا إلى الله عز وجل والتوبة أيها الأخوة لا بد أن تكون قبل ماذا قبل غرغرة الروح فمن تاب تاب الله عز وجل عليه وفي ذلك في هذه الآية أيها الأخوة دلال على صحة توبة القاتل ولا تعارض بين هذه الآية وبين آية النساء التي قال الله عز وجل فيها وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا فإنَّ تِلْكَ مُطْلَقَةَ وَهَذِهِ مُقَيَّدَ فَيُحْمَلْ الْمُطْلَقَ على المُقَيَّد فآية النساء تُحْمَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَتُوب وهذه الآية تُحمَلْ عَلَى التَّائِب فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُوا اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ قولان لأهل العلم في معنى التبديل هنا القول الأول أنهم بُدِّلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات فكما أنهم كانوا يعملون أعمالاً سيئة فإنهم بعد التوبة سيعملون أعمالاً حسنة وهذا معنى التبديل على هذا القول أي أن الله بدَّل أعمالهم من سيئات إلى حسنات وهذا يكون ماذا في الدنيا القول الثاني أن تلك السيئات تنقلب بنفس التوبة إلى حسنات وهذا قد ثبتت به السنة وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا إِلْجَنَّةِ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ فيقال فيقول نَحُّوا كِبَارَ ذُنُوبِهِ وَسَلُوهُ عَنْ صِغَارِهَا قال فيقال له عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فيقول نعم لا يستطيع ينكر ذلك شيء من ذلك شيء فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول يا رب عملت شيئة لا أراها ها هنا ما دام المسألة فيها تبديل وقد ذكرت صغار فإني يا رب قد عملت شيئة كبيرة أريد حسنات خذيرة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده يعني شوفوا كيف رحمة الله عز وجل فالتبديل يا أخواني هو تبديل حقيقي فالسيئة بعد التوبة تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى حسنة لكن يا أخواني بعض أهل العلم يقول إن التبديل من السيئة إلى الحسنة هو خاص بالتوبة فمن تاب من ذنب بدلت سيئة حسنة لكن من فعل ذنوبا ثم كفرت هذه الذنوب بصلوات أو غير ذلك كما ثبت بذلك السنن فإنها تكفر ولا تبدل فإنها تكفر ولا تبدل جمعا بين الأقوال ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن عموم رحمته بعباده وأن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان جليلا أو حقيق كبيرا أو صغيرا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أي فإن الله يقبل توبته كما قال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ثم قال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يشهدون الزور الزور كل باطل زوّر وزخره فأعظمه الشرك فأعظمه الشرك ويصدق عليه ما ذكره أهل التفسير هنا من المعاصي لأن العلم هنا أو بعض السلف قال بعضهم أن لا يشهدون الزور قال هو الشرك وقال بعضهم الكذب وقال الفسق وقال اللغو وقال الباطل وقيل الله والغناء ولا تعارض لأن الزور يا أخواني يشمل هذا كله فأعلاه الشرك وهو درجاته ما معنى لا يشهدون الزور قال بعض أهل العلم المقصود بها شهادة الزور وهي الكذب العمد كما ثبت في الحديث الصحيح أنه سلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قال يقولنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور هذا القول الأول في معنى والذين لا يشهدون الزور القول الثاني أخواني أن المراد لا يشهدون أي لا يحضرون فيكون الشهود بمعنى المشاهدة أما القول الذي سبقه فيكون بمعنى الشهادة الفرق بين القولين يا أخواني أن هذا القول يكون بمعنى المشاهدة أي لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور سواء كان شركا أم لهوا أم غناء أم باطلا أم فحشا أم فسقا وهذا أعم لا أخص أعم وهو الأولى لأنه يدخل فيه شهادة يدخل فيه القول الأول وإذا مروا باللغو مروا كراما أي إذا مروا عرضا مروا بشيء من هذا مروا كراما لم يتدنسوا منه بشيء ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانًا فهذه من صفات المؤمنين كما قال سبحانه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانًا بخلاف الكافر الذي إذا ذكر بآيات ربه استمر على حاله وأعرض كأن لم يسمعها أصم أعمى ثم قال سبحانه وتعالى والذين يقولون أي هؤلاء العباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أن يسألون الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شركة سبحان الله فلم يكتفوا بعبادتهم وإنما دعوا ربهم أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده وقرة عين يحتمل أن يكون من القرار ويحتمل أن يكون من القر وهو البرد وهو الأشهر لأن دمع السرور يقولون بارد ودمع الحزن ساخن فمن هذا يقال أقر الله عينك وأسخن الله عين عدوك أقر الله عينك فهي هم يسألون الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم ما تقر به أعينهم سرورا يعبدون الله عز وجل ويحسنون في عبادته ثم قال سبحانه وتعالى وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا قال النخَعِيُّ رحمه الله لم يطلب الرياسة يعني لم يقلوا واجعلنا للمتقين إماما يعني أن نكون أمراء ورؤساء على المؤمنين بل أرادوا أن يكونوا قدوة في الدين وهذا حسن يطلب ويسعى إليه فليس المقصود من دعاء المؤمنين يا أخوان واحد يقول كيف أن عباد الرحمن يمشون على الأرض هون ويسألون أنهم يكونوا أمراء ورؤساء والناس تبعوا لهم نقول المقصود واجعلنا لمتقين إماما أي قدوة يُقتدى بنا في الخير كما قال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمه يعني إيش؟ إماما ثم قال الله سبحانه وتعالى أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةِ أي غُرَف أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ أي يوم القيامة ومناسبة هذه الآية أن الله عز وجل ما ذكر أوصاف عباده المؤمنين ذكر جزاءهم أي هؤلاء أولئك المتصفون بهذه الصفات يُجْزَوْنَ يوم القيامة الغُرْفَة وهي الجنة سُمِّيت غُرْفَة لارتفاعها بما صبروا بما صبروا على القيام بذلك والصبر يشمل الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله ويُلقَّونَ فيها أي في الجنة تحيَّةً وسلامًا أي يُبتذرون فيها بالتحيَّة والإكرام خالدين فيها أي خالدين في هذه الجنة حسُنَة مُستقرًّا ومُقامًا أي حسُنَت منظرًا وطابت مقيلاً ومنزلاً بخلاف إيش بخلاف منزل أهل النار المذكور في هذه السورة ثم قال الله سبحانه وتعالى قُلْ ما يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي أي لا يُبَالِي ولا يكترِث بكم إذا لم تعبُدوه فإنه إنما خلقَكم لعبادته وتوحيده وتسبيحه قُلْ ما يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا أي فَسَوْفَ يَكُونُ تَكْذِيبُكُمْ لِزَامًا لِزَامًا عَلَيْكُمْ مُقْتَضِيًا لِهَلَاكِكُمْ وَدَمَارِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَدْخُلْ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا عَذَابَهُمْ يَوْمَ بَدْرِ فالخطاب أخواني هنا توجه من الذكر كأنه كان يعرِّض أي يقول عباد الرحمن هذه صفاتهم لكن هل أنتم اتصفتم بهذه الصفات؟ كلا ولذلك التفت إليهم كأنه عرَّض بهم ثم التفت إليهم فقال فقد كذَّبتم يا من سُقنا لكم في هذه الصورة الحُجج والبراهيم فسوف يكون جزامًا أي يكون عذابًا مُلازِمًا لكم يوم القيامة سواءً كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه الصورة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر